السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله النهاردة اول فيديو في الوحدة اللي هنعملها هشتغل معاكم عشان الاضاءة وكده في الكاميرا كنت هشتغل بخيط الحرير بس الصراحة يعني هيبان ده اكتر هيبان في الكاميرا اكتر فهنبتدي النهاردة ان شاء الله اول جزء من الوحدة هشتغل الخيط اللي هو الغزل المقاس ده هو ممكن بيبقى له مقاسات من تمانية اتناشر ستاشر تمانية ورفيع ودقريبا ده اتناشر ده الوسط هيبقى حلو قوي والارفع كمان هيبقى جميل بس الوحدة هتبقى اصغر وطبعا نستخدم مقاس ابرة اقل فانا هنا اشتغلت بالمقاس ده اللي هو الوسط ده اشتغلت بابرة اتنين واثنين من عشرة ممكن اتنين يعني ممكن ابرة اتنين ممكن ابرة اتنين ونص زي ما اتفقنا هنبتدي بالوحدة اساسها الجزء ده اللي هو ده يعني بيقولوا عليه اسمه فينه اللي هو المربعات ده اللي هو عمود سلسلة عمود او سلسلتين عمود ده بيبقى اسمه كروشيف هليه ثمام هنعمل المربع ده الاول ده الاساس الوحدة بتاعته ايه؟ الوحدة بتاعته اااا او البدرون بتاعه دا انا حاولت ان انا ارسمه شوية دي البداية انا علت 24 سلسلة انا هكتبة هنا دلوقتي دي 4 وعشرين سلسلة. اللي هو الدايرة دي رمز السلسلة. والعمود رمزه ده في البطرون. تمام? آآ ده البداية بتاعته. ليه اربعة وعشرين? انا عايزة اعمل تمن فراغات. تمام? طيب البطرون بتاعي بيكرر كل يعني بنعمل عمود سلسلتين عمود. عمود على سلسلة وبعد كده سلسلتين وبعد كده بنكرر. يعني بنكرره كل تلت غرز. يعني انا دلوقتي هعمل ده مضاعفات للعدد آآ تلاتة. تمام? انا عايزة اعمل آآ تمن فراغات. والآآ البطرون بيتكرر كل تلت غرز. يبقى انا هعمل اربعة وعشرين سلسلة في الاول. تمام? يبقى الاول خالص هعمل اربعة وعشرين سلسلة. بسم الله. نعمل عقدة البداية. ونعمل اربعة وعشرين سلسلة. بسم الله. واحد. اتنين. تلاتة اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حداشر. اتناشر. تلاتة اربعة اشر. خمستاشر. ستاشر. سبعتاشر. تمنتاشر. تسعتاشر. عشرين. واحد وعشرين. اتنين وعشرين. تلاتة وعشرين. اربعة وعشرين. كده اللي هو المقاس يعني. المقاس المربع اللي هيطلع معي. اربعة وعشرين سلسلة. طيب انا دلوقتي هبتدي بالسطر التاني. السطر التاني اللي طبعا في الكروشيه اي سطر ولو ارتفاع. فاحنا بنشتغل بالعمود. العمود ارتفاعه ثلاث سلاسل. تمام? فطبيعي ان احنا هناخد كمان ثلاث سلاسل. طيب بالنسبة بقى للسلسلتين الفراغ اللي هما دول هناخد كمان سلسلتين يعني بداية السطر الاولاني خمس سلاسل بداية كل سطر هنعمل خمس سلاسل يبقى هنعمل كمان يعني اربعة وعشرين سلسلة زائد خمس سلاسل دي البداية يعني هناخد كمان خمس سلاسل بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة وخمسة يعني عملنا تسعة وعشرين سلسلة في البداية طيب هنعمل ايه بقى هنشتغل هنشتغل في انهي سلسلة هنبص البطرون تاني ادي اللي هو اللون التاني ده خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام طيب المفروض البطرون بنعمل عمود سلسلتين عمود فانا خدت عمود اهو وسلسلتين هسيب هنا سلسلتين بقابلهم تحت يبقى انا معايا كم سلسلة بقى سبع واثنين واحد اتنين وخمسة سبع سلاسل يبقى احنا هنسيب سبع سلاسل وندخل في الغرزة رقم تمانية من بداية السلسلة يعني اشتغلوا معايا بقى كاني انا ما اتكلمتش لو الحاجات دي كلها تلغبطت معاكو هنعمل ايه هنعد سبع سلاسل واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وهناخد عمود في الغرزة رقم تمانية كده هنتأكد اهو وادي اول اول مربع كده اول مربع وبعد كده هنمشي بقى بالبطرون بتاعنا اللي هو عبارة عن سلسلتين واحد اتنين ونسيب تحت سلسلتين خلي بالنا بقى يعني نعد بعد اللي احنا دخلناها دي احنا دخلنا فيها فهنعد واحد اتنين وندخل في رقم تلاتة هنسيب واحد اتنين وندخل في رقم تلاتة وهنعمل عمود بلفة طبعا عارفين العمود بلفة ازاي هم تاني تاني مربع تمام ناخد اتنين سلسلة ونسيب اتنين سلسلة تحت وندخل في رقم تلاتة سلسلتين وندخل في السلسلة رقم تلاتة من بعد العمود اللي احنا عملناه سلسلتين وندخل هنا المفروض في الاخر خالص يبقى معايا تمن مربعات او تمن فراغات اتنين واحد اتنين واحد اتنين وندخل هنا واحد اتنين وهندخل في اخر سلسلة او خلاص هنبدأ دينا للسطر فضل تلات سلاسة رقم واحد اتنين تلاتة هندخل هنا وده اول سطر واضح كده معانا كان فراغ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمن مربعات يبقى احنا كده ماشين سليم يبقى البداية اربعة وعشرين سلسلة زائد خمس سلاسل بداية السطر التاني السطر التاني هنشتغله في سلسلة رقم تمانية هنعمل عمود وبعد كده هنمشي بالبطرون اتنين سلسلة عمود اتنين سلسلة عمود وطبعا بنسيب يعني اتنين سلسلة وبنسيب تحت اتنين سلسلة تاني وندخل في السلسلة اللي بعدية بالشكل ده انا عايز اعمل مربع يعني معنى كده ان انا عايز اعمل كمان تمن سطور يعني هنا تمن فراغات في العرض وتمن فراغات في الارتفاع السطر اللي بعدية هنبدأه ازاي زي ما اتفقنا بداية كل سطر خمس سلاسل انا عملت اول سطرهو لحد ما وصلت الهنا تمام البداية بقى السطر التاني هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل واسيب سلسلتين وادخل في راس العمود اللي في السطر القبليه هنشتغل مع بعض هنعمل اهوة خمس سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنقل بالشغل كده وهندخل في راس العمود ده مش في الفراغ يعني احنا مش هنشتغل في الفراغ هنشتغل في راس كل عمود وهنعمل عمود بلفة هناخد سلسلتين واحد اتنين العمود بلفة اللي احنا بناخد لفة معنا بندخل في راس العمود ده اهو اللي عليه الدور بندخل هنا كده بالابرة وهناخد لفة تانية هيبقى معايا تلات لفات على الابرة هاخد لفة واطلع من اتنين بس بالطريقة دي واخد لفة واطلع من الاتنين التانين ده العمود بلفة وهكمل لحد باقي السطر دلوقتي التاني سطر خلصته فاضل بس اخر فراغ هعمله ازاي هاخد سلسلتين اوريكو بس نهاية السطر التاني سلسلتين والمفروض ان انا بسيب سلسلتين هنا دهر الشغل فبسيب الفراغ ده والفراغ ده وادخل في الفراغ اللي بعديه اعمل عمود اهو هسيب الفراغ ده وده وادخل في الفراغ ده اعمل عمود بالشكل ده كده وكده السطر التاني ده شكل السطر التاني لما يخلص البطرون طبعا هيتكرر زي ما اتفقنا لحد ما ببقى عندنا آآ تمن آآ فراغات عرض وتمن فراغات آآ في الارتفاع في الطول. بداية السطر اللي بعديه هيبقى خمس سلاسل واحد اتنين. تلاتة اربعة خمسة. ادير الشغل كده. وهاشتغل في راس العمود ده. هاخد انا اخد لفة وهعمل عمود في راس العمود ده. وهاشتغل بقى وهكزا لحد ما ايه ما خلص البطرون بتاعي اللي هو تمان تمانية عرض وتمانية آآ طول. حبيت اواريكو كمان نهاية السطر ده كمان عشان ما تطلق بطوش. في اخر في اخر سطر زي ما اتفقنا هون. عملت سلسلتين. بعد كده هسيب الفراغ ده. وده. وهدخل في ده اعمل عمود. كده بقى انا وردتكو ازاي ادخل في نهاية كل سطر لو لو معايا السلاسل بالمشاقلت كده يعني الضهر او الوش. وهاجبها لكم بقى يعني في الاخر لما خلصها وشوفوا ان شكلها بعمل ازاي. دلوقتي احنا وصلت لده خلاص عملت اول جزء آآ تمن فراغات في البداية كده واطلع بتمن فراغات كمان معايا بقى شكل المربع. انا كنت في الجزء ده بشتغل رايح جاي رايح جاي. تمام? من بعد كده بقى السطر السطور اللي بعد كده هشتغل دايل ما يدور المربع بحيس ان انا آآ اعمل بقى ايه? اشكل معايا الوحدة دي. تمام? آآ بس لو وصلتوا بقى لحد هنا آآ اتمنى بقى اشوف يعني التطبيق بتاع الشكل ده. ومستنياكم ان شاء الله توروني التطبيقات. وحمل لكم بازن الله سطر التاني على طول بازن الله. عشان اللي بيشتغل ورايا آآ ما يكونش متعطر. بس واتمنى يكون الشرح لو في اي مشكلة ياريت اكتبولي في التعليقات. آآ السلام عليكم. ان شاء الله منتظركم باقي في التطبيقات.